من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني شعار تظاهرة عيد التين في طبعتها الثالثة عشر التي احتضنتها بلدية ابن معوش في ولاية بيجايا المعرض شارك به أزيد من 150 عارضا الذين عرفوا بأجود ثروة فلاحية افتلشتها أشجار التين المباركة بالمنطقة خلال هذا الموسم المعرض عرف حضور عدة تقنيين جاءوا لأجل تقييم مؤشرات الجودة والأسعار فيه وفرة الإنتاج ولكن تبقى الأسعار مرتفعة جدا حيث يفوق الكيلوغرام الواحد 600 دينا 60 ألف وكين بعض الأنواع السومان تها أو السيارة تها 85 ألف الكيلوغرام الواحد يبقى السيارة مرتفعة والسؤال المطروح أعليش فيه وفرة الإنتاج مدام رانا في اقتصاد السوق المادة متعلقة بالعرض والطالب أما زوار فقد استحسنوا هذه المبادرة تطوير آليات الزراعة الجبلية عبر متبعة مشاريع الدعم الريفية بما يضمن التأطير النوعي للفلاحين ومنتوجاتهم خطوة وجب تثمينها لضمان غد فلاحي مستهر